الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد نتحدث في هذا الدرس عن تقارب الأديان وسيكون الكلام ضمن العناصر الآتية مفهوم تقارب الأديان الاتجاهات التي ينتظمها تاريخ هذه الدعوة بواعثها آثارها حكمها ثم نتكلم عن دعوة غير المسلمين مفهوم الدعوة إلى تقارب الأديان تطلق هذه الدعوة على مجمل المحاولات الفكرية والعملية الساعية لإيجاد لون من ألوان التلاق والاتصال بين الإسلام وغيره من الأديان المحرفة والملل الوثنية وقد تسمى بدعوة التقريب بين الإسلام والنصرانية أو دعوة التقريب بين الأديان أو وحدة الأديان أو توحيد الأديان الثلاثة يعني للإسلام والنصرانية واليهودية أو الإبراهيمية أو الملة الإبراهيمية أو الوحدة الإبراهيمية أو وحدة الكتب السماوية يعني القرآن والتوراة والإنجيل ومن عباراتهم أيضا الإخاء الديني ونبذ التعصب الديني والصداقة الإسلامية المسيحية والتضامن الإسلامي المسيحي ضد الشيوعية أو ضد الإلحاد وكل هذه الأسماء والعبارات هي من باب لبس الحق بالباطل ومن زخرف القول لتزيين الباطل وقد يمعنون في الخداع والتلبيس فيعبرون عن هذه الدعوة بحوار الحضارات أو حوار الأديان مع أن الحوار لأجل بيان الدين الحق ودعوة غير المسلمين مطلوب ولا اعتراض عليه الاتجاهات التي ينتظمها مفهوم التقريب الواقع أن هذه الدعوة دعوة تقارب الأديان لا تحمل مدلولا إصطلاحيا محددا نظرا لنسبية مفهوم التقريب من طرف لآخر ومن فترة زمنية لأخرى ومن خلال نتائج مؤتمرات التقريب ومنتديات الحوار وجد أن مفهوم التقريب يجري في ثلاث اتجاهات رئيسة وهي تنتظم الكم الهائل من مؤتمرات التقريب ومنتديات الحوار أولا اتجاه التقريب بين الأديان وهو الاتجاه السائد والمستمد من مقررات المجمع الفاتيكاني الثاني ويمثل معظم المحاولات العالمية والإقليمية التي يجتمع عليها المتحاورون ومن أبرز معالم هذا الاتجاه أولا اعتقاد إيمان الطرف الآخر وتسويقه ثانيا الاعتراف بقيم الآخر مهما كانت واحترام عقائده وشعائره وعدم المساس بها أو النيل منها ويلزم من ذلك أو يترتب عليه عدم تخطئته أو تضليله أو تكفيره ومن معالم هذا الاتجاه ثالثا تجنب البحث في المسائل العقدية الفاصلة للحفاظ على استمرار الحوار لأن البحث فيها قد يتحول إلى خصام أو إلى دعوة وهداية ولذا قالوا رابعا تجنب دعوة الآخر وحسبان ذلك خيانة لأدب الحوار خامسا الدعوة إلى نسيان الماضي التاريخي والاعتذار عن أخطائه والتخلص من آثاره سادسا تبادل التهاني والزيارات والمجاملات في المناسبات الدينية المختلفة وذلك لإذابة الحواجز وخلق أجواء المحبة والمودة الاتجاه الثاني اتجاه التوحيد بين الأديان وهو اتجاه يستصحب معظم الخصائص السابقة ويزيد عليها بالآتي أولا اعتقاد صحة جميع المعتقدات وصواب جميع صور العبادات ثانيا الاشتراك في صلوات وممارسات وطقوس مشتركة ولذا هناك من يدعو إلى الجمع بين المسجد والكنيسة والمعبد في محيط واحد بل وطبع القرآن والإنجيل في غلاف واحد ثالثا اتجاه التلفيق بين الأديان وهو اتجاه يهدف إلى تشكيل دين جديد ملفق من أديان وملل شتى فلا يقتصر على الأديان السماوية ودعوة الآخرين للانخلاع من أوضاعهم السابقة واعتناق دين مهجن تاريخ الدعوة إلى تقارب الأديان لم تبدأ الحوارات بين الأديان بواقعها الحالي بمبادرة إسلامية ولم ترسم أهدافها وخطتها في بلاد المسلمين بل جاءت بطلب من الغرب بعد الدراسة العميقة لها عندهم وتحديد أهدافها وغاياتها من قبلهم وقد بدأت الحوارات بين الأديان قبل ثلاثة عقود بمسمى التقارب الإسلامي المسيحي ثم لطفت فسميت الحوار الإسلامي المسيحي ثم وسعت بين يدي اتفاقية أوسلو للتطبيع مع اليهود فصارت حوار الأديان وربما حوار الأديان الإبراهيمية ثم لم تزل تتسع في ظل الدعوة إلى العولمة لتصبح حوار الحضارات فتشمل الديانات المضعية الهندسية والبوذية وسائل الملل الوثنية بواعث الدعوة إلى التقريب بين الأديان هناك عدة مواعث ولعل من أبرزها أولا باعث الصد عن سبيل الله لما كان الإسلام دين الفطرة ودين العقل أقبل عليه آلاف الأوروبيين فاعتنقوه وقد راع ذلك الكنائس الغربية في هذا العصر ووجدوا ألا جدوى من المواجهة والصدام فقذف إليهم الشيطان بفكرة التقريب والحوار علهم أن يصد قومهم عن الإسلام مشعرينهم أن الفروق بين الأديان شكلية وكلها تسوق إلى الله فلا حاجة لأن يغير الإنسان دينه وصدق الله تعالى إذ يقول قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون الباعث الثالث للحوار بين الأديان هو الباعث السياسي فقد طغى المد الشيوعي الملحد على العالم وتهاوت معاقل النصرانية فكانت فكرة التقارب والحوار خطوة لمحاولة وقف المد الشيوعي وخاصة في الشرق الأوسط كما أن الحكومات الغربية في عقد التسعينات تبنت الحوار والتقريب بين الأديان لتتمكن من دمج المهاجرين المسلمين في البلدان والمجتمعات الغربية واتخاذهم ورقة ضغط على الحكومات الإسلامية لتعزيز نفوذ الأقليات النصرانية في البلدان الإسلامية ولها ما بعدها من خطط مستقبلية الباعث الرابع الباعث القومي الوطني كان هذا من قبل النصارى العرب والقوميين العرب بغرض إقصاء وإبعاد فكرة الجامعة الإسلامية والاستعاضة عنها بالروابط القومية أو الوطنية والتقليل من شأن الفروق الدينية وهناك بعث الخامس نتجاوز الكلام عليه وهو الباعث الاجتماعي آثار هذه الدعوة من آثار هذه الدعوة إلغاء الفوارق بين الإسلام والكفر والحق والباطل والمعروف والمنكر وكسر حواجز النفرة بين المسلمين والكافرين فلا ولاء ولا براء ولا جهاد ولا قتال لإعلاء كلمة الله في أرض الله وقد قال الحق تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون حكم الدعوة إلى التقريب بين الأديان الدعوة إلى التقارب بين الأديان يراد من ورائها التسوية بين الحق والباطل والهدى والضلال والكفر والإيمان وبعبارة الأخرى يراد من ورائها القضاء على الإسلام دين الله الحق الذي ارتضاه الله تعالى للعالمين وقد تظاهرت نصوص الكتاب والسنة على أن الناس إما مسلم وإما كافر وأنهم يوم القيامة فريقان فريق في الجنة وفريق في السعير وعليه فالتقارب بين الأديان بدعة وضلالة تولى كبرها أجندة ظاهرة وخفية وبعض من خدع بهم من أبناء المسلمين أو باع آخرته بدنياه وكما قال بعض العلماء أنت يمكنك أن تتقارب مع أناس يشتركون معك في الأصول مثلا تتقارب معهم في الفروع لكن إذا كانت الأصول مختلفة فكيف يحدث التقارب والتقارب إذن مع اليهود والنصارى ليس في ديننا وهو كفر بالله عز وجل والتقارب معهم خروج عن الإسلام لأن الله أنزل دينا لا يقبل غيره وأنزل شرعا لا يرضى بتبديله عز وجل ولا بالتنازل عن شيء منه دعوة غير المسلمين مما يجب أن يعلم أن دعوة الكفار بعامة وأهل الكتابين بخاصة إلى الإسلام واجبة وطريق ذلك البيان والمجادلة بالتي هي أحسن وعدم التنازل عن شيء من شرائع الإسلام وذلك للوصول إلى قناعتهم بالإسلام ودخولهم فيه أو إقامة الحجة عليهم قال تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون ومما ينبغي التواصي به في ختام هذا الدرس أن نراكب الله سبحانه وتعالى وأن نسعى لحماية الإسلام وصيانة عقيدة المسلمين من الضلال ودعاته والكفر وأهله وتحذيرهم من هذه الدعوة الضال له وفي هذا القدر كفاية وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد